الحكومة المصرية قررت تحارب موضوع الدولار ونقص العملة بطريقة غريبة جداً عن طريق الشرطة ووزارة الداخلية وعن طريق الكمائن في الشوارع في شوية معلومات سريعة كده حصلت في الـ 48 ساعة اللي فاتوا أو في الأسبوع اللي فات تحديداً من يوم 2 فبراير لـ 10 فبراير انت عارف ان وزارة الداخلية حررت كام قضية ليها علاقة بتجارة العملة والدولار والكلام ده 210 قضية لمه كان فلوس من الناس حوالي 128 مليون جنيه كانوا واخدينهم دولارات وعملات تانية في تسجيلات صوتية وفي رسائل من ناس كتيرة جداً بتقول ان شارع التسعين في التجمع الخامس وشوارع تانية في المناطق اللي زي التجمع بيوقفوا فيها العربيات النظيفة شوية وبيسبتوها مش عشان ده بوليس أداب ولا أي حاجة تانية لا ده كمين عملة بيوقف حضرتك يفتشك تفتيس ذاتي ويدور تحت الكنبة وتحت الكرسي وفي الطابلو وفي شنطة العربية وبيفتح يشوف المطور ويشوف العجلة الاستبن أو الفردة الاستبن عشان يشوف حضرتك معاك دولارات أو يروهات أو استرليني أو معاك أي عملة مخبيها في أي حتة لو زبط معاك أي عملة بيديلك أوبشن من اتنين يا إما بتتنازل عن الفلوس دي لله وللوطن وللبنك المركزي المصري عشان تساهم في دفع أو سداد ديوم مصر أو أن انت حضرتك بيتعملك قضية أن انت بتتاجر في العملة فبتدخل في المتين وعشر قضية وبطولات رجال وزارة الداخلية المصرية الأكتر من كده أن وزارة الداخلية بدأت تروح للمصانع النظيفة شوية اللي بيجي لها إخباريات أن هي صحابها عندهم دولارات بتدخل المصانع دي بحملة وكأن صاحب المصنع ده مجرم حرب مع أنه مفهوض يعني راجل صاحب مصنع أو مستثمر أو راجل أعمال أو كده بيخربوا بيته بيدوروا في الخزنة وبيدوروا في كل حتة في الشركة وبيفتشوها تفتيش برضو كامل لحد ما يطلعوا دولارات لو لقوا دولارات فليه لتأهلوا سودا يا إما يتنازل عن الدولارات عشان مصر يا إما يتحبس ويتعملوا قضية الأكتر من كده أن في بعض الشباب المصري اللي شغال بره في دول الخليج أو بره في دول تانية كان نزل مصر من فترة عشان يعملوا بعض يعني مستثمرات يشتري حتة أرض يشتري مش عارف شو يشتري مش عارف كذا الموضوع ده القرار في محافظات كتيرة جدا فمصر بيتقبض على الناس بيتاخد فلوسها وبيلبسوهم قضية الفكرة فيه الفكرة أن الحكومة بتاخد منك الدولارات كده فردة بلطجة هو إحنا الدولة بنحارب الدولارات يتحطها في البنك المركزي ويتخرب بيت أهلك ويبقى بتلاتين جنيه ياما ما تروحش السوق السوداء إحنا السوق السوداء وإحنا اللي هناخد منك الدولارات لو حد عنده معلومة عن الموضوع ده أو حد من قريبه حد من معارفه اتعرض لكمين الدولار في مصر حتى الموانس نجيب سويوري ستكلم عن القصة وقال يا جماعة التعامل البوليسي مع موضوع الدولار ده مش صح لو حد عنده أي موقف زي ده يكتب لي في التعليقات إذا كان ده حصل أو سمع أن ده حصل مع حد في مصر سواء في التجمع الخامس أو في ليرو اشتركوا في القناة